اشتركوا في القناة ايقونة التطبيق كايقونة عائمة على الشاشة في البداية نقوم بالذهاب الى جوجل ستور ومن ثم نقوم بالبحث عن برنامج دايريكت شات ونقوم بالضغط على انستول ونقوم بفتح البرنامج بعد اكتمال التحميل تظهر لنا واجهة البرنامج الرئيسية ويطلب البرنامج منك تفعيل صلاحيات النوتفيكيشن والظهور فوق التطبيقات عن طريق الضغط على الزرين الظاهرات على الشاشة بعدها نقوم بالضغط على بعدها تقوم بالمتابعة بالضغط على السهم ومن ثم تظهر واجهة البرنامج نقوم بالضغط على خيار apps ويظهر لنا التطبيقات المفاعلة ضمن البرنامج وبعدها تقوم بتفعيل برنامج الواتساب بالضغط على الزر الظاهر على الشاشة وايضا بإمكانك اضافة تطبيقات اخرى بالضغط على زر add more واختيار التطبيق المناسب لو جربنا البرنامج واحد الأصدقاء قام بإرسال رسالة لنا عبر الواتساب فإنه سيظهر لنا أيقونة الواتساب كأيقونة الفيسبوك ميسنجر عائمة أو بأيقونة دائرة على الشاشة وأيضا بنفس الطريقة على الإنستغرام أو أي برنامج محادثة آخر هيك منكون كملنا شرحنا اليوم أتمنى تدعمونا بلايك وشير للفيديو وكومنت على الفيديو وأيضا الاشتراك في القناة ونراكم في الشروحات القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة